بسم الله الرحمن الرحيم مع كنزة عظيمة جدا من كل السنة سنة نسيرة وعظيمة جدا لأنك وضبت عليها كل جمعة كتبت عند الله سبحانه وتعالى بارا بوالديك وغفرت لك جميع الذنوب كتبت بارا بوالديك وغفرت لك جميع الذنوب روى الإمام البهيقي بسنة صحيح وسأكتب لكم الحديث في الوصف الفيديو وفي التخريك الحديث رواة الحديث كله موسيقات من حديث محمد بن النعمان قال عليه الصلاة والسلام من زار قبر والديه كل جمعة أو أحدهما من زار قبر أبويه أو أحدهما كل جمعة غفر له وكتب برة برة يعني يكتب تكتب الملائكة بارا بوالديه سنة عظيمة ومهجورة يبقى ليزور الوالدين كل جمعة يكتب عند الله سبحانه وتعالى بارا بوالديه انتعارفين سواب البر الذي عظيم يعني يكف أقول لكم ان سيدنا قويس القرني ده يعني ده أفضل التابعين الرسول أسنى عليه وقال سيأتيكم قويس قويس ده كان له أم كتكبيرة في السن ومريضة فبروا بها منعه من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم فبقى تابعي يعني ما شافش النبي صلى الله عليه وسلم فالرسول قال والذي نفسي بيدي لو أقسم على الله لا أبره ففضل فقال لهم سيأتيكم قويس في وفد من اليمن يبحثوا عنه ولما تشوفوه تطلبوا منه ان هو يدعو لكم واستغفر لكم فالذي نفسي بيدي لو أقسم لو أقسم على الله لا أبره فسدنا عمر بن خطاب قعد يتتبع الوفود اللي جاء من اليمن لغاية ما لقاه ولما شافوا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا ان احنا نطلب منك ان انت تستغفر لنا ويقاب في الأصل ان هو بس ايد سيدنا قويس معين سيدنا عمر بن خطاب أفضل من مراحل من قويس وده بيوريكوا بسبب القدق البر العظيم فزيارة قبر الوالدين كل جمعة تغفر بها جميع الزنوب وتكتب عند الله سبحانه وتعالى بوارا بوالديكم ويريد بقى تطبقوا السنن اللي نحن كنا قبلها في الدروس لقد قلت حضرتكم قبل كده ان رسول قال اللي يقرأ كل والله احد 11 مرة في المقابر او لما يمروا جنب المقابر المقابر بياخد سواب حسنات بعدد النسل في المقابر كلها قلت حضرتكم الشيء بالشيء اسكر ان رسول صلى الله عليه وسلم قال اللي يقرأ كل والله احد ثلاث مرات بيقول الزكر العظيم لا اله الا الله هو واحدة لا نعبده الا اياه مخلصين له الدين ثلاث مرات ربنا بيبنله مئة ألف ألف غرفة من در وياقوت يعني مئة مليون غرفة فلو انت قرأت تقول والله احد حداشر مرة او اكتر خمسين مرة مئة مرة وقلت هذا الزكر بنفس العدد يعني قرأت خمسين مرة تقول الزكر ده مئة خمسين مرة الزكر بيقول لا اله الا الله هو واحدة لا نعبده الا اياه مخلصين له الدين وهبت الكلام ده كله للأبوين والأهل المقابر الصباح يكون ازاي انت هتبني مئات الملايين او ربما مليارات الغرف وهما كمان هتبنوا مئات الملايين ومليارات الغرف من الجنة من الياقوت والدور يبين انت هتؤدي فضله عظيم جدا للموتة وللأبوين وفيه برضو ذكر كنت قلت لحضراتكم قبل كده ان اللي يقوله على قبر ميت هو بيترفع له خمسين الف درجة في الجنة والميت اتغفاله الزنوب خمسين سنة وقلت لحضراتكم قبل كده ما تروش بقى الزكر ده مرة واحدة قلوا 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 خمس مرات عشان مرات لان السواب حياته ضعف لو قلت عشان مرات يبا ربنا بحق يغفل للميت ظنوب خمس مئة سنة ليس خمسين سنة ف حتى في صحابي سأل رسول الله عليه السلام في احد الاحديث قال له عندما عاشت 500 سنة فهي الميت الصبح يروح فين قال له يرجع السواب لأهله وجيرانه وزويه وعنه إذا لما كامل المغفرة بيكون كبير والميد مش عايش المدة دي كلها المغفرة دي بتوزع على الاهل والجيران هتوقي بايزان لو انت ازديت او عمرت هذه السنن للاب والام في القبور هينال سواب عظيم مش بس الاب والام ده كمان اهل المقابر كلهم فياريت اللي عنده قدرة ويحب زيارة القبور يعمل هذه السنة يزور قبر الاب والام كل جمعة بنية الاحسان بنية البر هيكتب برا وتغفر جميع زنوبه ان شاء الله وياريت تعملوا الكلام انا قطور حضرتكم ده الدعاء اللي كنت قلته واختار من قراءة صوت الاخلاص والذكر ان اقلته وتهبوا هذا السواب جميعه الى الابوين وايضا الموت يعني انها الاسية تبقل الابوين وتشمل كمان جميع الموت يبقى صوت عظيم جدا اولا هترفع درجات عظيمة في الجنة ثانيا هتغفر جميع الزنوب ثالثا هتبني مئات الملايين من الغرف في الجنة وايضا الموتة سيكون لهم نصيب كبير ايضا من هذه الغرف وانا حاول ان اكتب لكم الوصف اللي كنت كتبته في الفيديوهات السابقة عن الزكر وعن قراءة صوت الاخلاص في قبور في الوصف وارد تحت هذا الحديث حيث ان الناس السفيد قلت لنسخوا هذا الكلام تنشوق كل قولي هذا استغفر الله اليوم شما تعمل